شهدنا الكرام كل التحية إلى حضراتكم ونحن في هذه الوقفة وهذه الاستراحة لتناول طعام الافطار لكن الحقيقة الكل بيسعى في يعني ما يهم الحقيقة الأطفال اتخذوا مكانهم وطبعا احنا معنا فنان الكبير حكيم كل سنة طيب كل سنة وانت طيب كل سنة وحضرتك طيبة طبعا النهاردة دي مناسبة الحقيقة كل اللي موجودين فيها يعني أكيد زي ما هم بيشعروا بالسعادة هم كمان بيقدموا خير كبير جدا ان هم يكونوا موجودين مع أبناء الشهداء عايزة أعرف لما جات لك الدعوة الفنان حكيم انك تكون موجود في مناسبة خاصة جدا واحتفالية خاصة جدا في أول أيام عيد الفطر مع أسر الشهداء وأبناء الشهداء عايزة أعرف الدعوة دي كانت أهميتها إيه بالنسبة لك واستقبلتها إزاي هو أي حد أي حد طبعا كل سنة الشعب المصري بخير وطيب وسنة سعيدة على مصر وسنة سعيدة على كل المصريين أول ما جات الدعوة طبعا أي حد توصلوا دعوة أنه يشارك في يوم العيد مع أبناء الشهداء ده حاجة نفسيا الواحد أنا وأنا موجود بين الأطفال وموجود في الاحتفالية والله عظيم مرتاح نفسيا فيه راحة نفسية كده الناس دي ضحفوا أرواحها علشان ih zijنا نبقى موجودين وعايشين ضحوا بأرواحهم علشان احنا نبقى سعدة في يوم العيد زي كده ضحوا بأرواحهم علشان الناس دي كلها تعيش ضحوا بأرواحهم لأن ما كناش عارفين احنا رايحين فين ضحوا بأرواحهم ان احنا كنا قاعدين مش عارفين الصلحة يطلع علينا ولا لا فلما تجيني دعوة زي دي مع ابناء الابطال دول وابناء الشهده دول لا يمكن اتأخر ولا يمكن ان انا اه هما ده 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 ساعتين تلقى اربعة هنقعدهم مع الولاد وهنفطر وهنقعد وهنقعد وهنلعب يعني ده ده حاجة ده ابسط حاجة ابسط ما يكون ابسط ما يكون وكنت سعيد جدا ان انا قاعد مع اسرة وتفلس مع عبدالله وقاعد اهزر مع طول الحفلة وقاعدين نلعب ونشد مع بعض الشيبس اهو اعمالي ياخد مني البلون اهو اخد منه الشيبس وبتاعه عملين عملنا صداقة اهو جامدة جدا وصداقة حلوة جدا بينه وبين عبدالله وعمل لدهور عليه انا عمل لدهور عليه من الاطفال دلوقتي مش لقيه وانت لسه اسألك شاركة الاطفال في لعبهم ولا لا بس خلينا اسألك بقى كمان على انت ما يهم الناس انت عملت عمال وطنية مؤخرا يعني عدت مرة اخرى وانا يعني انا عارفك منذ زمن عارفك شخصيا يعني لكن عدت مؤخرا وكان ليك عمال وطنية اه اهم الاعمال اللي جاية واهم الاعمال استشعرت بايه يعني سيادة الرئيس النهاردة لما اشعرت بالدراما وتحدث عن دور الدراما واهمية دور الدراما كان لفتة مهمة جدا لقيمة الفن والفنانين ارد فعلا كيه هو طبعا القوى النعمة والدراما وكده بتبقى مهمة جدا انها بتوصق تاريخ وبتوصق حاجات جميلة في الحياة اللي احنا عايشين احنا بنشكرك طبعا الفنان حكيين شكرا جزيلا بيه كل سنة وانت طيب شكرا جزيلا بيه